أحمد فتوح مكمل مع نادي الزمالك ولا هيروح النادي الأهلي ولا هيروح نادي البرام諾? شوفي السؤال سهله ناا إن شاء الله يفضل فنادي الزمالك بإذن الله يفضل في نادي الزمالك إحساسي الشخصي بمعلومات يجيلي من المباعثات إن هو في نادي الزمالك يعني بمعلوماتك طب بقول كلام إنه هو طالب أرقام كبيرة وضخمة بلا حاجات دي كلها لا أنا بيطالب الأرقام دي برضو مش مبالغ فيها شوي اللي بتتالف الاعلام اه ملغ فيها يعني هو طالب اركام معقولة ينفع تتفاوض عليها اه بيحصل حاجات تفاوض وبرضو لازم الامانة اه الناس ما تظلمش فتوح فتوح لايه مميز زغير وعقده لا يناسب امكاناته الحالية العقد اللي هو شغال عليه اللي هو نهاية السنادي ده لا يعني المظلوم فيه جدا اما سألت على العقد بتاعه السنادي ايه عرفت ان عقده ضعيف جدا بالنسبة لناس اه خدك كتير وما عملش حاجة النادي الزمالك هو لعيب كويس ولعيب زمالكه ومحبوب وفي نفس الوقت هو اللي هو يروح عندي ايه منفسه ياخد 75% من اللي معروض له وما يروحش بمية في المية في العدية التانية ويوجوده في الزمالك اه فهمتاو انا يعني هو ياخد 75% في المية في نادي الزمالك يعني لا يعني النهاردة جيله عرض من نادي برا مثلا بعشرة جنيه فهم وجاله في الزمالك ياخد 7 هياخد سبب طول زمالك وانه مرشن ديه ونفسها او يروح نادي تاني بس انت بتنصحه يعني ولا هو لا ده راجب زمالكاوي يعني هو بيفكر موصلنا برضو مش عايز اظلمه مش عايز يجيله عشرة وقول له خد اتنين اه يجيله عشرة وقول له خد تلاتة اه وانت بتحب الزمالك لا في حين عاصر احتراف انت تجريبت معاه؟ لا ما حصوش قابلته مرتين كده بالصوت مرة واحدة في الساحل وسلام وخلاص اه يعني ما بحبش قابلته مرة زيزو وكلمنا لأموره قويسة زيزو بقى السؤال حيسألك انا شارك لي الناس سربت زيزو فتوح زيزو خلاص عاده جده دعم انا شفت زيزو كنت لسه اقولك هسألوك بسيغة تانية خلص اه